نعم ونتابع النشر بخبر آخر حيث أحبطت قوات حرس الحدود محاولة التهريب ما مجموعه 3500 كيلو جرام من المواد المخدرة وبعض الذخيرة كانت في سيارتين قادمتين من الأراضي السورية باتجاه المملكة مصدرنا عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أوضح أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود تمكنت في عملية نوعية من رصد وإحباط محاولة التهريب حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك داخل الأراضي السورية ما أدى إلى إعطاب الآليتين وفرار من بداخلهما باتجاه العمق السوري وقد تم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة